واني تقبله سبحانه وتعالى شخني برنامج مثلا عملي مقترح مثلا يعني يقرأ يختم يعتكف يعني برنامج يكون يعني سهل والناس يتقبلون اول شي السؤال عظيم السؤال عظيم هل نحن ندرك رمضان ام لا السؤال الذي يطرح نفسه هل أنت تدرك رمضان ام لا وإن أنعم الله سبحانه وتعالى علينا أن ندرك رمضان فإنبهي لنا أن نستغر رمضان بحدافه لأن غيرنا من أهل القبور الآن الذين كانوا معنا في رمضان الماضي يتمنون أنهم يخرجون من القبور يدركون ليلة من رمضان فإن أدركنا رمضان وأنعم الله علينا أن ندرك رمضان فعجيب من وضع في قلب أنه لا يستغر رمضان أقول له عجيب عجيب ألا تعلم أن أناسا يتحسرون من أهل القبور الآن يتحسرون في ليلة أضاعوها من ليالي العمر فما بالك في ليالي رمضان ليالي عظيمة 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 ما يعرفها إلا من فقدها ما يعرفها إلا أهل القبور لو كتب الله جل جلال أن أهل القبور يخرجون يخرجون لقالوا لكل واحد مننا الآن لا تضيع ثانية من رمضان ليس يوما ولا يوما ولا ثلاثة ولا أربع ولا خمسة ثانية من رمضان لأنهم عظموا هذا الشهر المبارك وقبل أن يعظموا هذا الشهر عظموا الله في قبل